المشاهير تغريدتك عن نسيم حميد وسألتك هل تقصد محمد صلاح قلت نعم مش مشكلتك محمد صلاح لا لا يعني احنا في الوطن العربي يعني تحودنا يعني نطبل كثير حق أي شخص يطلع ونطلع السماء وإذا شوي قصر حطمناه فهذا نسيم حميد يوم الأيام كان نموذج واليوم لا أحس ولا خبر أنا خاف أنا خاف بكرة يصير نفس الشيء محمد نفس الشيء هل أيضا سألتك أنه أنه هل هذه أنك أنت تغار من الأبوال المسلطة على نجوم الرياضة وترى أنها غير منطقية قلت لي نعم تغار نعم أنا غار ليش لأن يعني ما أقول أنا كل ما معظم نجوم الكرة لا يملكون أي خلفية علمية أو ثقافية وفجأة صاروا نجوم مشاهير واصحاب ملايين بينما إلا قاعد على كراسي الدراسة أو في مختبرات العلم عشرات السنين لا يحظى بأي أهمية أي أهمية ما أقول أهمية مال أو يعني لا يسلط عليه الأضواء ولا أحد يعرفه أجيب لك مثال بسيط أنا سبق كتبت في جريدة عكاظ قبل شهر عن الدكتور علي الدفاء هذا أستاذ الرياضيات يسمون في أوروبا ملك الرياضيات هذا كله كم واحد يعرف عنه ما أحد يعرف عنه من هنا يعني صحيح بس أنه هذا الشيء صاير في كل العالم يمكن البيئات البحثية عالميا أفضل لكن كيف تقول ما فيه اهتمام أنت مثلا كحالة دكتور عبد الله تقدر من الرموز الخليجية تدعى للمؤتمرات المحلية والعالمية كل شيء طيب أنت منسي يعني يعني أوكي أنا أريد أن يجاوزك بالعكس لا يدعوني للمؤتمرات هذا مقال لشيء بس التقدير ما يجي بس من دعوة المؤتمرات وأنا يعني ما أتكلم عن نفسي يعني أنا صفر بالنسبة للعباقر الأكبار الموجودين في الخليج قاعدوا يمكن أكثر مني عشرات سنين في مجالاتهم وخدموا البشرية أنا ما خدمت البشرية أنا مجرد صاحب قلم أألف كتب أكتب مقالات بس فيه ناس خدموا البشرية فيه اخترعوا أشياء ساهموا وساهمة في حلحلة الأمور كثيرة في الكون في الوطن العربية وحتى فيه الآن نماذج في الخليج يشتغلون على أمراض السرطان على أمراض أخرى فالأضواء ممسلط عليهم بقدر ما ممسلط على نجوم الطرب والكورة محترامي لهم جميعا